قلاب الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم درسا جديدا من دروس العلوم بعنوان تصنيف النباتات الجزء الثالث ونبدأ أولا بالتعرف على أهداف الدرس ففي نهاية هذا الدرس نتوقع منك عزيز الطالب أن تكون قادرا على أن تصنف النباتات اللازهرية إلى مجموعاتها الثلاث الرئيسة وأن تقارن بين مجموعات النباتات اللازهرية من حيث طريقة التكاثر وشكل الأوراق وتذكر عزيز الطالب أننا درسنا في الدرس السابق عن تصنيف النباتات الزهرية حيث تقسم النباتات الزهرية إلى نباتات ذوات فلقة واحدة ونباتات ذوات فلقتين أما النباتات ذوات الفلقة الواحدة فأوراقها رفيعة والعروق فيها متوازية أما النباتات ذوات الفلقتين فأوراقها عريضة والعروق فيها متشعبة ومن الأمثلة على النباتات ذوات الفلقة الواحدة الذرة والقمح والنخيل ومن الأمثلة على نباتات ذوات الفلقتين الفول والتفاح والليمون ونبدأ بالتساؤل التالي كيف تصنف النباتات اللازهرية وكما تعلم عزيز الطالب أن النباتات اللازهرية هي نباتات لا تكون أزهارا أثناء دورة حياتها حيث تتكاثر عن طريق تراكيب أخرى غير الزهرة وتقسم إلى ثلاثة أقسام هي المخروطيات والحزازيات والسرخصيات سنتعرف على معلومات وافية عن كل نوع من أنواع النباتات اللازهرية فتابع معنا ونبدأ أولا بالمخروطيات فالمخروطيات أنواع من الأشجار مخروطية الشكل تحمل أوراقا إبرية وتكون تراكيبا تسمى المخاريط والتي تعد أعضاء التكاثر فيها إذ تتكون فيها البذور ولاحظ عزيز الطالب شكل المخاريط وشكل الأوراق الإبرية للمخروطيات في الصورة أمامك ومن الأمثلة على المخروطيات نبات الصنوبر ونبات السر ثانيا السرخصيات السرخصيات عزيز الطالب من النباتات اللازهرية التي تتكاثر بالأبواغ ودعنا الآن نتعرف على مفهوم البوغ البوغ عزيز الطالب هو تركيب صغير جدا كما تراه في الصورة ينمو في الظروف المناسبة ليكون نباتا جديدا ويعتمد على الرياح في نقله من مكان إلى آخر توجد الأبواغ على الوجه السفلي للورقة لأنها المنطقة المضللة التي تكون أكثر رطوبة ولنتعرف على معلومات أكثر عن السرخصيات دعنا نتابع هذا المقطع من الفيديو السرخصيات من النباتات اللازهرية التي تتكاثر بالأبواغ والبوغ تركيب صغير جدا ينمو في الظروف المناسبة ليكون نباتا جديدا وتوجد الأبواغ على الوجه السفلي لورقة النبات لأنها المنطقة المضللة التي تكون أكثر رطوبة وتعيش السرخصيات في البيئات الرطبة ومن الأمثلة على السرخصيات نبات الخنشار ولقد تعرفنا عزيز الطالب من خلال الفيديو الذي شاهدناه قبل قليل أن السرخصيات تعيش في البيئات الرطبة ومن الأمثلة على السرخصيات نبات الخنشار الذي له أوراق متهدلة شكلها شريقي متشعب يشبه الريشة كما تلاحظ في هذه الصور عزيز الطالب أمامك والقسم الثالث من النباتات اللازهرية الحزازيات فالحزازيات فالحزازيات عزيز الطالب هي نباتات لا زهرية صغيرة الحجم تنمو على شكل مجموعات متقاربة في الأماكن الرطبة الضليلة وتتكاثر بالأبواغ أيضا ومن أمثلتها نبات الريشة لاحظ عزيز الطالب شكل نبات الريشة من خلال هذه الصور التي أمامك وصلنا الآن إلى فقرة ماذا تعلمنا في درس اليوم لقد تعلمنا عزيز الطالب أن النباتات اللازهرية تكسم إلى ثلاثة أقسام هي المخروطيات والحزازيات والسرخسيات فالمخروطيات عزيز الطالب أوراقها إبرية وتتكاثر بالمخاريط ومن الأمثلة على المخروطيات الصنوبر والسر أما الحزازيات فأوراقها صغيرة وتتكاثر بالأبواغ وتعيش في المناطق الرطبة ومن الأمثلة عليها الريشة أما السرخسيات فأوراقها متهدلة شكلها شريطي متشاعب يشبه الريشة وتتكاثر أيضا بالأبواغ ومن الأمثلة عليها الخنشار ودعنا الآن عزيز الطالب نجيب عن هذا السؤال سويا تفحص صور النباتات اللازهرية المجاورة وصنفها إلى ثلاث مجموعات كما في الجدول مخروطيات وسرخسيات وحزازيات حاول عزيز الطالب أن تحل هذا السؤال لوحدك سأنتظرك قليلا أحسنت عزيز الطالب والآن سنحل السؤال السنوبر يصنف في مجموعة المخروطيات أما الخنشار فيصنف في مجموعة السرخسيات أما نبات الريشة فيصنف في مجموعة الحزازيات وصلنا الآن إلى فقرات التقويم وأطلب منك عزيز الطالب أن تفتح كتاب العلوم على صفحة 16 سنجيب عن سؤال اختبر نفسك سأنتظرك قليلا كي تفتح الكتاب والآن سأقرأ السؤال قارن بين المخروطيات والسرخسيات من حيث طريقة التكاثر وشكل الأوراق وهذا الجدول عزيز الطالب يوضح المقارنة بين المخروطيات والسرخسيات من حيث طريقة التكاثر وشكل الأوراق وأطلب منك عزيز الطالب أن توقف الفيديو وتجيب عن السؤال أحسنت عزيز الطالب والآن قارن ما كتبته بالإجابة التي سأعرضها نبدأ أولا بطريقة التكاثر فالمخروطيات تتكاثر بالبدور المتكونة في المخاريط أما السرخسيات فتتكاثر بالأبواغ أما شكل الأوراق فالمخروطيات أوراقها إبارية أما السرخسيات فأوراقها متهدلة شكلها شريطي متشعب والآن انتقل عزيز الطالب إلى سؤال التفكير الناقد في نفس الصفحة صفحة 16 سأقرأ الآن السؤال فالسر تختلف المخروطيات في طريقة تكاثرها عن أقسام النباتات اللازهرية الأخرى وأنا متأكد عزيز الطالب أنك تعرف الإجابة الصحيحة فأوقف الفيديو واكتب الإجابة الصحيحة أحسنت عزيز الطالب والآن قارن إجابتك بالإجابة التي سأعرضها تختلف المخروطيات في طريقة تكاثرها عن أقسام النباتات اللازهرية الأخرى بسبب وجود المخاريط التي تعد أعضاء التكاثر فيها إذ تتكون فيها البذور والآن عزيز الطالب افتح كتاب العلوم على صفحة ستة وعشرين سنجيب سويا عن سؤال المفردات سأنتظرك كي تفتح الكتاب والآن سأقرأ السؤال وضح المقصود بكل من المفردات الآتية سنجيب عن الفرع سي الأبواغ أوكف عزيز الطالب الفيديو وأجب عن السؤال أحسنت عزيز الطالب والآن قارن ما كتبته في الإجابة التي سأظهرها أمامك الأبواغ تركيب صغير جدا ينمو في الظروف المناسبة ليكون نباتا جديدا ويعتمد على الرياح في نقله من مكان إلى آخر والآن عزيز الطالب انتقل إلى السؤال الرابع في صفحة 26 اختر الإجابة الصحيحة الفرع الثاني أي النباتات الآتية من المخروطيات هل هي الخنشار أم الصنوبر أم الريشيا أم التفاح أوكف عزيز الطالب الفيديو وأجب عن السؤال بنفسك أحسنت عزيز الطالب الإجابة الصحيحة هي الصنوبر فالصنوبر يصنف من المخروطيات وصلنا الآن إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لمتابعتك عزيز الطالب وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة